مرحبا برج الجوزة أهلي فيكم في قراءتكم العامة عندك ثلاثة سيوف هذه أشوفها طاقة الماضي أنت أشوفك هنا تعمل في مشروعك أو في حتى في الوظيفة تعمل ضمن مجموعة عدة أشخاص تقريبا مساوين لك في المستوى إذا كنت تعمل في سوق فعندك عدة منافسين ولكن أنت اللي لطالما يا برج الجوزة اضطريت أنك تتحمل أسوأ الظروف يعني الوقت اللي أخذت فيه الوظيفة الظروف اللي أخذت فيها المشروع كانت دائما الأسوأ أكثر العقبات وضعت فيه طريقك سبحان الله كنوع من اختبارك لتقويتك لتقويتك أو عشان أنت تكون مستعد وتجهيزك لشيء أكبر قادم في الطريق خلا نشوف وراها سبعة الخماسيات السبعة هو دائما رقم الانتظار رقم أننا زرعنا ولحد الآن ما شفنا نتائج جهودنا ننتظرها لحد الآن زرعناها من زمان قبل سنة سنتين صار لنا فترة طويلة نتعب ونتحمل ونمر بأسوأ الظروف من بين الكل إحنا قاعدين نتحمل الأصعب من بين الكل كأنما العقبات تدورنا وين إحنا تلحقنا لحد الآن ما قمنا نشوف بوادر الثمر زرعنا من زمان ولحد الآن ننتظر ولكن في الفترة القادمة أشوف أنه بداية من هاي السنة من هاي السنة وخصوصا من شهر سبعة ينتظرك أو المستقبل لك هو المستقبل المشرق في الوظيفة أو المشروع ليش أنت هنا قلك على قدر التعب على قدر ما أنت تحصد هذ هي الرسالة لك على قدر ما أن العقبات وضعت في طريقك وانت مريت بالأصعب والأسوأ على ما كثر أن نشوف عند كرت الشمس الأضواء ستصلت عليك من غير منازع هنا كان فيه منافسين مو معناته أن المنافسين رح يخرجون من السوق أو اللي يعملون معاك كزملاء عمل ما رح يكونون موجودين ولكن أنت اللي رح تتميز كونك الأفضل أنت اللي رح تحصد الوسام أنت اللي رح تحصد جائزة أفضل موظف أنت اللي رح تحصل على المنصب أنت اللي رح تبين في عيون الكل مو فقط المحيطين فيك الكل أن أنت المميز في مجال عملك أشوفك أن أنت دخلت في مجال يا برج الجوزاء مجال عمل أو مشروع مو الكل بالراحة يبدع فيه اللي يدخل هذا المجال يضطر أنه يتحمل الكثير من التعب التعب مو الجسدي النفسي طاقة يستنزف مواردك يستنزفك من الداخل إلى الخارج نفسيا هذا المجال طول ساعات العمل طول الوقت ساعات عمل طويلة متعبة مو النتائج اللي تتوقع أنك بدأت تصبح تشوف تشوفها أمامك ولكن في موارد كل تعب هاي السنين احتمال ثلاث سنين ثلاث شهور عندك رقم ثلاثة ثلاثة مع سبعة يكملون الرقم في التارو نصل إلى العشرة لما نصل إلى العشرة معناته الاكتمال اكتمال أن برج الجوزاء هنا تميز في أداءه وماله منازع إذا أنت مثلا عندك مشروع الكل رح يشوفك أنت خصوصا زباينك الكل في السوق ينظر لك أنه فيه كثيرين منافسين فيه كثير في السوق ولكن صاحبنا برج الجوزاء هو المميز لما يكون فيه منصب شاغر جديد لمنصب أو لترقية في الفترة القادمة ما يفكرون يمين يسار قبل ما يختارون من هو الشخص الأمثل لأن الشخص الأمثل هو أنت أنت اللي تلاقي النجاحات والأضواء تصلت عليك في الفترة القادمة إن شاء الله طبعا مع السعي مع الأخذ بالأسباب والمسببات خلا نشوف جانب الأموال تسع الأكواب الرخاء تحقيق مستوى مميز من الرخاء المادي لنفسك يعني راح أنت أتيك الفلوس وأنت اللي تحافظ عليها وأنت اللي تصرفها منك وإليك بما معنى وراها الإمبراطور الإمبراطور حسي شوي ممتنع عن العطاء لأنه يقول أن أنا اللي تعبت في هاي الأموال والاجتماع في ناس قريبين منك عزيزين عليك رح يطلبون منك نوع من المساعدة خصوصا المادية أشوف هنا برج الجوزاء قاعد يقول لهم للأشخاص بشكل عام أنا أحبكم ومستعد أني أساعدكم وأوقف معاكم إلا في الأموال الأموال أنا اتعبت عليها لنفسي بنفسي ومن أجل نفسي اعتمد على جهودي الخاصة لأنه رقم تسعة دائما رقم الشخص الواحد ما في معاها جماعة وما في معاها معاونين فقط أنا اللي أنجزت ممكنني أساعدكم في كل شيء أرشدكم أعلمكم أعطيكم نصايح أو أوقف معاكم أيضا ما عندي مشكلة ولكن إلا الأموال اللي تقربون منها احتمل هذه النصيحة أيضا لك بخصوص المساعدات الأشخاص اللي حولك حبايبك والمقربين منك اللي يطلبون منك مساعدات مالية في الفترة المقبلة لا هناك إنما هذا كرتك كرت الجوزاء كرت العاشقين والاجتماع أنزين هنا يقول لك حبك للأشخاص لازم تتعلم أنك تحبهم ولكن في نفس الوقت تساعدهم أن يساعدون نفسهم أن عندك ملك الملوك وهو الإمبراطور أنت وصلت إلى الحكمة واكتشفت أنه ما في فايدة أنك تأخذ الفلوس وتعطيها الناس حتى لو كانت متوفرة عندك وبكثرة لازم تتعلمهم وهم يساعدون نفسك هم يساعدون نفسهم وهم يتحرقون من أجل نفسهم ما في فايدة ما في فايدة ضل الضخ أموالية برج الجوزاء هذه رسالتك المالية لهذا الشهر حافظ على أموالك من أجل نفسك أنت بالأحوج أنت أحوج إليها طبعاً إذا في ظرف طارق مثلاً أحد من الأهل يحتاجوا مساعدة مالية مضطرين هذا استثناء ولكن بالعادة لا تعود اللي حولك حبايبك أنه أنت المخزون أنت الكنز اللي يأتون يغرفون منا متى ما نقصت عندهم الأموال بسبب سوء إدارتهم لا تخلط بين العقل والحب في الفترة القادمة عشان ما تتخربط أمورك المالية أشوف أيضاً أن المادة ستكون متوفرة أمامك يعني آخر اهتماماتك في الفترة القادمة المادة هي اللي راح تأتيك وبراحة فلا تفكر فيها كثيراً لأن الشي كل ما كتفكرنا فيه ولحين عليك الماء ابتعد هذا في علم الجذب برج الجوزاء دراسة وتحصيلك العلمي خلال هذا الشهر عندنا ثمانية السيوف أوكي عقبة بسيطة إن شاء الله تتخطها عندنا خمسة الأخصان والسيف الأول راح أقول لك بالمختصر في حياتك العامة مو بس في الدراسة هاي نصيحة جميلة من أجل كل الأوضاع لا تسمع من فلان وفلان لا كلمة توديك وكلمة تأتيبك لازم يكون لك رأيك الخاص تسمع معيب أنك تسمع وتأخذ مشورة أشخاص متعددين حوالك منهم أصدقائك زملائك في العمل ناس أصحاب خبرة أكبر منك ولكن لا تخلي هذا الشي يخلي نظرتك إلى الأمور تصير محدودة بما معنى كلهم كل اللي حولك مثلا أصدقائك في الدراسة يقولون لك هذا التخصص صعب خلاص أنت أخذ الفكرة وتصدقها أن هاي التخصص صعب وحتى لو أنا راغب فيه عندك طاقة النار الرغبة راغب فيه ما رح أدخله لأن هذا التخصص صعب تأخذ رايهم بخصوص الشخص مثلا دكتور عندك هذا الدكتور ما يساعد أنت ما جربت عن نفسك يا برج الجوزاء هذه الرسالة لك لا تسمع لا تفتح إذنك للقيل والقال أنت لازم تبني رايك عن التخصص وعن الدراسة وعن حتى تجربتك الخاصة في التخصص منفردا بدون ما تسمع لكلمات إفلان وعلان كلماتهم تأثر على افتراضاتك قبل ما الشي نفسه يصير مثلا يقولون لك الدكتور هذا صعب المراس أنت تعامل معه وتشوف أن أحسن ما يكون مو صعب المراس وإنما مثلا حقاني الناس يقولون عنه تفسيرهم له صعب المراس أو هذا التخصص مثلا علي طلب هذا التخصص مو علي طلب اللي حالك أشوفهم في الفترة القادمة في التحصيل العلمي قاعدين يحدون من رؤيتك وإمكاناتك إذا ظليت تأخذ برأيهم خلك مستقل في رأيك بخصوص الدراسة اسمع للكل ولكن في النهاية خل توجهك توجه مبني على رأيك الخاص انزيل تقييمك للأمور مو تصدق كل اللي يقولون لك لأن في النهاية عندك السيف الأول الوضوح الاكتشاف رح تكتشف ان كل هاي يعني مثلا قاعدة أشوف هني دائما خمسة الأخصان هي طاقة الحسد والعدوان العدوان اللي يلبسون رداء الأصحاب في أشخاص ما يضمرون لك الخير وما يريدون أن يشوفونك تخرجت من أفضل تخصص ومن تخصص قوي يضلون وراك وراك يقولون لك هاي تخصص موزين هاي الدكتور موزين يخوفونك طاقة التخويف طاقة الحسد بسبب يحسدونك فيخوفونك عشان يدخلون يتمكنون من مخاوفك وراسك إذا دخلوا وراسك يتمكنهم منك فأنت هني محتاج أن تبتعد عن هذلين الناس أول شي تكتشف منهم وثاني شي تبتعد عنهم عندك السيف الأول الوضوح رح تتضح لك أن كل الكلام اللي قالوا مو صحيح الدكتور الفلاني ليس سيء التخصص الفلاني ليس سيء الامتحان الفلاني ما راح يكون صعب لأ عندهم طاقة تخويف من أجل ترهيبك فقط لا أكثر ولا أقل لا تخليهم يشدتونك أنت محتاج في تحصيلك الدراسة في الفترة القادمة إلى التركيز التركيز على الحقائق فقط إني أشوف دائما كلامهم يخص المشاعر وخص الآراء ما يخص الحقائق تعد عنهم لغ وجودهم اطلع من سجنك الخاص أفكارك ومخاوفك الخاصة احتمال أنك متخوف من نتائج أو من فترة امتحانات قادمة من تخصص جديد مقبل عليه لا الشيء الوحيد اللي تقدر تسوي وهالحل الوحيد أمامك أن أنت تجرب من أجل نفسك ما تأخذ تجربة الآخرين تطبق على نفسك في أشياء ما يحتاج نجربها مثلا إذا ألقينا نفسنا من سطح مبنى عالي راح نموت هاي الأشياء ما يحتاج نجربها ولكن لما يخص أشياء ثانية تخصص حرفة بكرة وين راح تتخصص لا لا تأخذ رايهم هاي الأمور ما تقدر تأخذ تجارب الآخرين وتطبقها على نفسك محتاج أنت اللي تدخل في الموضوع بنفسك خطواتك الخاصة تجربتك الخاصة هي اللي راح ترسم أمامك الطريق فلا تتشتد عزيزي برج الجوزة الحين شوف جانب الهجرة عندنا كرس العالمة عينك على الهجرة ترغب أن تهاجر خلك تراقب الوضع من بعيد وبسكوت للك اليدري لا تخلي دائما اللي حولك دائما يدرون أن أنت عينك على موضوع الهجرة أن أنت أصلا قاعد تراقب متى يفتحون أبواب الهجرة إلى ذاك البلد اللي في بالك تكتم عن الموضوع وراقب من بعيد ثلاثة الأكواب و فارس الأغصان ثلاثة الأكواب هنا قاعدة تقول لي إذا دروا عن موضوع الهجرة هاي الأشخاص اللي حولك إذا دروا عن موضوع الهجرة رح ينتشر فراثة الأكواب هو كرة الاحتفال الفرص معدودة والمقاعد معدودة للشي اللي رح يفتح أمامك لازم تنتظر وتترقب اللحظة اللي تشم فيها ريحة خبر أو تسمع أن نفتحه مثلا باب قبول طلبات الهجرة في التخصص الفلاني للبلد الفلاني على طول تروح لوحدك تقدم إذا انتشر الخبر رح تزيد المنافسة رح تصير أنت وألف غيرك تقدمون على نفس هاي الفرصة المعدودة هذا هي النصيحة لك فارس النار دائما يقولون بالانجليزي دائما يكون مترقب تنتظر بس متى تأتيك إشارة تشيل أغراضك تكون حملك خفيف حتى تشيل أغراضك وتنتقل إلى الدولة الجديدة أو الدولة اللي ترغب بالهجرة إليها لأنا قاعدة أشوفه هنا يا برج الجوزاء إن الخبر رح يأتيك على فجأة الفرصان هم طاقة التغيير خصوصا فارس النار التغيير اللي يدخل سريعا ويذهب سريعا هذه هي فرصتك في الهجرة تنفتح النافذة فيها بسرعة ولكن أيضا تغلق بسرعة لأنه عندنا الفارس اللي لا يبقى في مكان معين لا يعتمد عليه ما بالك إذا أشركت أشخاص ثانيين هنا بالخبر وخليتهم يدرون وينتظرون وأيضا يخبرون أصدقائهم وأحبابهم ليس في مصلحتك ولكن ترقب لأن الفرصة القادمة كأنما ما تعرف متى راح تفتح أبوابها على جانب والصعيد الصحي ثلاث الخماسيات من أكثر الكرتات اللي تكرر في قراءات شهر يوليو أربع الأخصان وراه قاعدة أشوفه هنا إن عندك شي خص الركب أو المفاصل أو أي شي يمثل دائرة في جسم الإنسان أي شي يمثل دائرة عندك فيه ألم عندك فيه ضعف خصوصا المفاصل أكثر شي يجذبني الركب مع الأخذ بنصائح الدكتور قلة الحركة مو هي الحل للمشاكل اللي تعاني منها لازم تأخذ بتعليمات الطبيب مثلا تنزل وزنك ولكن أبدا ما في علاج لأي مرض إلا ما ندر إن أنت تبقى في مكانك بدون حركة الحركة هي اللي تساعدك على الشفاء مو البقاء في مكانك أوجد لنفسك طريقة تحرك فيها دمك تحرك جسمك على الأقل وإذا كنت مثلا مقعد أو مقادر في الفترة الحالية أنك تتحرك ولكن الحركة هي اللي تساعدك على تخطي أي عقبات تخص الوزن أو ألام في المفاصل وضغط على الركب عندنا الساحر الساحر هو إنك تأخذ تعليمات الطبيب ولكن إلى مستوى أقوى الطبيب قال لك مثلا لا تتحرك أو تضع الكثير من الوزن على كذا كذا ركبتك مثلا مو معناته إنك ما تحرك جسمك حرك جسمك من دون أن تتحرك من مكانك دائما هنا الحلول المبتكرة تطبق تعليمات الطبيب نعم ولكن مو لدرجة أنك تنسى الحراك مو لدرجة أنك تطبقها حرفيا خصوصا إذا كنت مثلا أنت بحاجة إلى الحركة تحرك دمك حرك يديك على الأقل وأنت قاعد مكانك عرفت؟ قم بتمارين الإطالة وأنت قاعد أمامك قم بتمارين ما تخلي الضغط على الركب أو المفاصل تزيد على الأقل قاعد أشوف هنا إنك رح تتعامل مع شخص أو دكتور جدا مشغول في يعطيك التعليمات بشكل مختصر وموجز ما عنده وقت يشرح لك أنت لازم تاخذ هاي المبادرة لنفسك فلا تاخذ تعليماتها بشكل حرفي ابحث وانظر للموضوع بشكل أعمق من أجل نفسك نشوف الجانب القانوني عندك ستة الأكواب في غلطة صارت في الماضي أنت غلط أو دخلت في عقد كان المفروض ما تدخل فيه دخلت في التزام المفروض ما تدخل فيه مع شخص مع الشخص الخطأ غلطة وصارت في الماضي أنت لحد الآن تنتظر الحكم في الموضوع عندك قلق لحد الآن قلقان شنو بيطلع في المحكمة هالراح يستدعوني إلى المحكمة هالراح يحكمون معي أو ضدي عندك طاقة اللي مو عارف شلون أتصرف لأني مش أنا الغلطان ولكن أنا قمت بشيء يخليني قانونياً مسائل فعندك خوف أو ترقب ما هو سيكون الحكم سبعة الأكواب سبعة الأكواب بيقولك لا تحاول أنك لتضيع طاقتك الحالية طاقتك اليوم الثمينة اللي تحتاج أنك تستثمرها في المشاريع والأموال والحجرة والحياة وحتى الحب لتضيع طاقتك في التفكير في غلط صار قبل ثلاث أربع ست سنوات غلط صار؟ تعامل معاه أنه غلط صار لما يأتي الوقت لما يأتي الحكم تتعامل معاه بس لا تقلق قبل ما يصير الحكم ها ممكن أن الوضع قاعدة أشوفه بشكل كبير أنا ما عندنا هنا أي كارت استدعاء لأمور قانونية بشكل كبير في احتمال كبير أن الموضوع راح ينحل بشكل ودي بشكل مساومة أو مساواة ما هي الكلمة؟ ستلمنت يعني بالإنجليزي أنه راح يكون الموضوع ينجز قبل حتى أن يصل إلى النظام القضائي فما لا داعي أن أنت تستهلك طاقتك تفكر وتخاف من نتائج الحكم ومن نتائج غلطة أنت غلطها في الماضي خذ الموضوع على أساس أنه درس لازم تتعلم منه المرة القادمة لا تدين أحد في زمننا احنا صار أغلب اللي يطلبون منك الدين يطلبونه مو على أساس أنه سلف ويردونه لا يطلبونه وما يرجعونه إحنا وصلنا إلى هذا النوع من الزمن أموالك اللي تسلف هالناس أغلب الوقت ما ترجع إلا ما رحم ربي فلا تضع نفسك هذا الدرس المؤلم لك لا تضع نفسك في موقف مشابه أبدا عشان شديد إحنا دخلنا القراءة المالية لو تشوف أنها تنطبق على الجانب القانوني يحاكون بعض ارجع للقراءة المالية تقول لك أن أحب الناس وانصحهم وأوقف معاهم وعطهم المشهورة بدون ما تعطيهم من الأموال بدون ما تعلمهم أن لما تنقصهم الأموال يأتون يطرقون بابك يحاكون بعض ترى وخلي نشوف قراءتك العاطفية عزيزي برج الجوزاء القراءة العاطفية هاي المرة سويتها بأسلوب الغزل رح تكون عامة ما فيها للمفصلين والعزابة والمرتبطين انت خذ القراءة وطبقها على وضعك العاطفي باللي تحس أنه يناسبك بالإضافة إلى أن القراءة العاطفية المفصلة نزين حق المنفصلين المرتبطين وأيضا العزاب رح تكون في فيديو منفصل عن هذا الفيديو فلا تسألوني عننا الحين إن شاء الله رح يكون بعدين الغزل اللي طلع لك أنت يا برج الجوزاء هو هذا غزل رقم 96 رح أقرالك هي وأقول لك أيضا معناه يقول لك تعال فقصر الأمل ضعيف الأساس وهي الأركان وأحذر الخمر في أساس العمر قائم على الريح ضعيف البنيان الشخص اللي تتعامل معايا برج الجوزاء هو شخص كل يوم لراي يوم حار يوم بارد ولكن مو ترى أنت تفكر أنك قاعد تتكلم مع شخص عزيمته قوية لا عزيمته مو قوية عنده لحظاته من الضعف يقول لك واهي الأركان ضعيف يعني داخليا ضعيف مو قوي يعني إذا قال لك لا اليوم أو إذا طلب أو ابتعد عنك اليوم أبدا مو معناته كأنما الريح شوف الريح شلون سريعة في التغيير اليوم يطلب منك الابتعاد بكرة يدور قربك جدا متقلب كما تقلب الرياح افهم طبيعته عشان تفهم شلون تتعامل معاه وأنا عبد لذلك الشخص الرفيع الهمة الذي استطاع تحت هذه القبة الزرقاء أن يحرر نفسه من كل ما تتعلق به الصفات والألوان يشوفك أنه أنت على مستوى موازلة يمكن أثنيكم من أبراج هوائية أو على الأقل أنت تفهمها تفهم طبعة طبعة بما أنه قال لك طبعة فيه طبع الرياح بما معنى أتوقع أنه أيضا برج هوائي أو متقلب متقلب أنت الوحيد هو يحس أنه أنت الوحيد اللي قدرت تفهم طبيعته المتقلبة وتتقبلها حتى أنت الوحيد اللي تقدر تتعايش معه هذا الواقع رفيع الهمة إنسان دائما يرى نفسه رفيع أو متكبر أو مو من حقي أحد يحاسبني مش من حقي أحد يحاسبني وأنا مش ملك لأي أحد يحب أنه يكون محرر أو متحرر من كل الصفات من كل الألوان هل إحنا مع بعض مو مع بعض ما يحب أن يكون مربوط في علاقة ومستغر وما عسايا أقول لك عما سمعت أمس في الحانة وأنا أخرب بالشراب وأي البشارات أوصلها إلي ملاك التنزيل من عالم الغيب عنك أنت يا برج الجوزاء فيه بشارات قادمة من عالم الغيب لأن هذا الشخص جدا صعب التعامل معاه فكبونس كدفع من الله سبحانه وتعالى راح تكون عندك مساعدة إلهية زيادة مساعدة سماوية من الملائكة مرسلة من الله سبحانه وتعالى عشان يعينونك على هذا الشخص الرفيع الهمة همته عالية يحب يعاند يحب صعب الأمور فتحتاج أنت سلاح أقوى أو شيء أقوى شيء مو دنيوي عشان تتعامل معاه شيء خص البشارات السماوية فيا رفيع النظر أيها البازية الذي مأواه في سدرة المنتهى لا يليق هذا الركن الأعزل الخرب بمقامك في سبب يخلي هذا الشخص المتقلب مهما صار بينك وبيني يراك أن أنت على الأقل على مستوى مستوى من التصرف من الفهم تفهمه بالإشارة لأن أنت على مستوى من رفعة همته يعني وهو يشوف نفسه أن أنت اللي تفهمه حتى مستوى تعقيده مستوى تقلبه أنت اللي تفهمه يقولك هنا يا برج الجوزاء لا تظل أنت حزين وتندب الأطلال ولماذا رجع ولماذا لن يرجع أبدا لا تفكر بهذه النوعية من التفكير لأنه يقولك هذا الركن الأعزل الخرب المكان اللي أنت قاعد تبكي فيه على نفسك ما يليق فيك أنت مقامك يمكن حتى أفضل من الشخص اللي قاعد تسألني عنه يا برج الجوزاء مقامك على همته ورفعته أو أعلى لذلك عندي إحساس كبير أن أثنينكم أثنينكم صعبين المنال أثنينكم كأنما أثنينكم نوع من الطيور اللي صعب أنها تستقر أو عندها معايير جدا صعبة تبحث فيه عن النصف الآخر في شريكك التقيته ببعض ولكن لحد الآن كل واحد عنده شك كل واحد قاعد لحد الآن ينظر إلى الآخر يقول هل أنت الشخص المنشود ولا مش أنت لذلك فيه تقلب يقول لك إنهم ينادونك من شرفات العرش أنت يا برج الجوزاء النداء يصل لك دائما هنا نشوف النداء السماوي الإلهي إنهم ينادونك من شرفات العرش وإنني لا أعجب ولا أعرف ماذا دهاك فبقيت في هذه المصيدة الطير شلون ينصاد على الأرض دام أنه يطير في السماء ما ينصاد إذا أنت عرفت مقامك إذا أنت عرفت ماذا تمثله بالنسبة لهذا الشخص ما هي مكانتك حتى عنده كيف هو يراك يفكر فيك يفكر فيك بطريقة جدا جميلة وإن كان ما يراويك هالشي وإن كان ما يعبر عن هاي الشي أنت اللي قدرت عليه فشلون أنت هني قاعد لي في المصيدة هذا هو اللي قاعد يستغرب منه الفال نفسه ماذا دهاك فبقيت في هذه المصيدة كأن الرسالة لك أن ما في شي ترى يمنعك أن أنت تتخلص من الدائرة اللي أنت فيها دائرة المصيدة هذه لا في سلاسل ولا في طعم ولا في شي يقيدك باختيارك أنت بقيت في هاي المصيدة عندك شخص ترغب فيه يرغب فيك تعتقد أنك مثلا أقل منه مستوى أو تعتقد أنه هو صعب المنال تعتقد أنه أعلى منك أو صعب أنك تربطه في علاقة اعتقادك هو اللي مخليك تتخربطه هنا أقول لك أنني أنصحك فتذكر نصيحتي وعمل بها فإنها تذكرة طيبة من شيخه لي في طريقي رح يعطيك الحين الفوال نصيحة قديمة حكمة لا تختم بهذا العالم ولا تطرح نصيحتي عن بالك فلطيفة عشقي هذا قد استفدتها من مريد سالك مريد سالك يقول لك العالم كله وحتى الشريك وحتى الحب والحياة العاطفية كل ما هو قانون في علم الجذ كل ما طلبت الشي ترى يبتعد عنك كل ما اعتقدت أن هذا الشي صعب مستحيل فلان يرجع لي ما أتوقع أتمنى فلان يتزوجني بس ما أتوقع أتمنى يصير بيننا لقى بس ما أتوقع أنت هنا في نفس الوقت في قانون الجذ قاعد يتفعل شي اسمه عدم إيمانك أن هذا الشي رح يتحقق تتشوفه بعيد تتشوفه بعيد فهذا هو مصيدتك إذا قدرت أنك تتخلص من هاي المصيدة العقلية الاعتقادية أنت مكنت من حياتك العاطفية لطيفة عشقي الهدية أمنيتك في العشق من اللي رح يعطيك إياها مريد إنسالك وهو أيضا هذا الشخص اللي أنت تسألني عنه يا برج الجوزاء وهو محتاج للحب محتاج لوجودك أكثر ما أنت محتاج له رح أعيد وكرر لك الجملة عشان تفهمها الشخص اللي تسألني عنه أو حتى رح تلتقي فيه إذا كنت أعزب هو يحتاجك أكثر ما أنت تحتاجه إذا عرفت واقتنعت وفهمت هاي الكلام رح تتمكن من هاي المصيدة تخرج منها لأنه ما في شيء ظل يمسكك فيها وارض بما قسم لك وأفكك العقد وأفكك العقد عن هذا الجبين المقطب فليس باب الاختيار مفتحا لي أو لك في أمور معينة هي قسمة من الله سبحانه وتعالى ما في فايدة أن ننضل لو دعيني منحين إلى يوم الممات إذا الله مقاسمها لنا لأن ما فيها مصلحة لنا لأن ما فيها إرادة إلهية لنا ما في فايدة لا تطلب إلا الشيء العام أطلب أني أنا أكون سعيد أطلب أني يكون عندي حب أطلب أني يكون عندي زوج بس التدقيق أننا نأتي بالمجهر نقول لازم فلان أو لازم علان أتمنى فلان ما علي ولكن تصر على شخص فهذا في قسمة الله مو حتى أنا تزعلي أني أقول لك هذا الكلام الواقعي يا برج الجزاء هذا قسمة من الله سبحانه وتعالى القسمة لا هي بيدي ولا هي بيدك لو هي كانت بيدك كان أنت هل انولدت في هذا الوقت هل كنت رح تختار نفس الأسرة نفس العرق نفس الدين مو بالاختيار مو مفتوح لا لي ولا لك كلنا في أمور معينة نصل إحنا نتمنى ولكن نصل إلى حد معين نكون فيه مو مخيرين قسمة من الله إنزين كأنما كل ما أنت صار عندك استسلام كل ما الأمور ترى بالعكس ليس الاستسلام إنه أمورك اللي تتمنها ما راح تصير هذا اعتقاد خاطئ الاستسلام إنك تكون سعيد إذا صرت سعيد أو قانع بما فيه فيه مقولة إنه إذا قنعت باللي الله سبحانه وتعالى يعطيك هي مهما كان بما معناه وقتها الله سبحانه وتعالى يعطيك اللي أنت به نسيت الكلمات بالضبط ولكن هذا هو معناها يقول لك ولا تطلب من هذه الدنيا الواهية للأساس أن تصدقك العهد فهي عروس عجوز أران ولا تطلب من هذه الدنيا الواهية للأساس أن تصدقك العهد فهي عروس عجوز أراد الاقتران بها ألاف من أبنائها الأفضل متمسك بأي شيء في الحياة خلك متوكل متوكل أفضل من أنك متمسك أو مصر حتى وأنت أيها البلبل الواله ليس فيه دبسم الورد أثر للعهد والوفاء فنوح إنشئت فهذا زمان النواح والعوي عبر عن رغباتك عرفت لا تظل تكبت داخلك خصوصا الرغبات متعلقة بالحب والشراكة إذا فيه أمور تريد أن الشريك سويها لك نوح عبر عن رغباتك تواصل معه فهمه لا تظل تكبت داخلك هذا هي النصيحة لك وأما أنت يا ضعيف النظم فلما تحقد على حافظ حافظ هو اللي كتب هذا الشعر هذا الشعر جدا قديم والله وحده هو الذي أعطاه القبول لما يجول بخاطرة ولما ينطق به لسانه هذا الفعل مخصص من أجل قراءة الطالع لما أقرأ الطالع سواء حافظ بشكل منفصل عني وهو اللي كتب هاي الأبيات أو لما أنا علي أقرأ الفعل لما تكون القراءة متوافقة مع رغبات الشخص نشوف مديح ولما نشوف قراءتنا تخص الواقع والحكم والإرادة الربانية نشوف في صد من الناس نشوف في هجوم من الناس كأننا ما إحنا قاعدين ندعو ضدهم إنما تتحقق أمانيهم أبدا أبدا مو هذه هي الحقيقة ولكن السلام الداخل ينبع من أن عندنا رب أعظم وأقوى منا يعلم برغباتنا وإذا رغباتنا اللي داخل نحتنا في الحياة العاطفية هي وفق لمصلحتنا وفق الإرادة الإلهية رح تتحقق رغباتنا ما هي إلا ذرة حقيرة لجا قوة أو مقابلة في قوة الله سبحانه وتعالى فلا تزعل على أي شيء لا تزعل على خصوصا على الناس اللي يعملون في قراءة الطاقة وعلم التارو أو حتى في الفال هم مجرد ينصحونك أكثر من حتى أن يكشفون لك الغيب هم ينصحونك فإذا النصيحة لم تعجبك انظر داخل نفسك لا تهاجم الرسالة اللي كيهني من حافظ وهو كاتب هاي الشعر إنه لا تهاجمني ولا تهاجم حتى الآخرين لأن كل شيء من عند الله الله وحدا لي أعطاه القبول إذا الرسالة ما عجبتك ارحل في سلام لأن أنت تقدر أنك تهاجمني تقدر أنك تهاجم حافظ تقدر أنك تهاجم التارو ولكن في إله أعلى أعظم من أنك تواجه هاي رسالة لكل اللي ينتقدون رسالة أن أنت ما تقدر تواجه إرادة الله سبحانه وتعالى سواء هاجمتني قلت اليوم علي زينة قراءتها اليوم علي سلبية قراءتها مهما قلت مو اللي أنا أقوله رح يتنفذ اللي الله سبحانه وتعالى يريده تقدر تحاربني ما تقدر تحارب إرادة الله تقدر تخرج من طاقتي أو قراءاتي أنك ما تشوفها ولكن ما تقدر تخرج من رحمة الله سبحانه وتعالى شئت أم أبيت فكل ما سرعت عملية استسلامك لإرادة الله كل ما ترى بالعكس الأمور اللي ترغب فيها في الحياة مع الشريك الحب رح تحدث ولكن لا تكون وايد دقيق أريد إلا الشخص الفلاني فلان والد فلان لا مو بهذه الطريقة بطريقة توجهك إلى الله سبحانه وتعالى عزيزي برج الجوزاء أنا أعلم أنه أنتو أكثر مضجا من أن حتى تنتقدون تنتقدون أي رسالة تأتيكم من ناحية علم الطاقة ولكن هذه رسالة للآخرين اللي ما يستطيعون أن يتعاملون بطريقة صحية مع الرفق رفق الله سبحانه وتعالى لتحقيق أمنية عندهم ورغبة جدا شديدة هم مقاعدين يعاندوني أو ينتقدوني أهم مقاعدين يعاندون الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يكتب هم يقولون إحنا نعترض على كتاباتك ونعترض على قراراتك لأني أنا أريد فلان ولد فلان ليش فلان ولد فلان لحد الآن ما تزوجني ومتى رح يتزوجني إذا الله سبحانه وتعالى ما كتب هذا الشيء لا بيت أن يحدثون هذا الشيء في حياتكم إحنا مجرد نقرأ لكم الطاقة الحالية اللي هي دائما قابلة ترجمة نانسي قنقر